في كل عام تسجل مراكز الكلة بوادي حضرموت زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بأمراض الكلة المختلفة ما يعطي مؤشرا بخطورة قد تطال جريحة كبيرة من المواطنين هنا في ظل هشاشة النظام الصحي والخدمة الطبية بالبلاد وارتفاع كلفة علاج هذه الأمراض مما يضطر الكثير من المرضى للسفر إلى الخارج مراكز الكلة في وادي حضرموت انطلقت بـ 64 حالة مرضية عام 2003 واليوم في 2020 نهاية 2020 استقبلت مراكز الكلة أكثر من 550 حالة مرضية فمؤشر الزيادة كان مرتفع جدا لحالات الكلة داخل وادي حضرموت تتوزع معدلات الإصابة ما بين مراحل الطفولة بمعدل 2% أما مرحلة الشباب بمعدل ما يقارب بـ 43% وباقي المسبة اللي هي في مرحلة الشيخوخة من خمسين سنة وما فوق ضعف وغياب دراسات بحثية متخصصة تكشف أسباب هذه الزيادة وتضع معالجات لها بما يسهم في تقليل أعداد الإصابات ووقاية السكان من هذه الأمراض يمثل مشكلة أخرى تستدعي إنشاء مراكز بحثية تحقق القاعدة الصحية الوقاية خير من العلاج في وادي حضرموت خاصة حصوات الكلاء تشكل حصوات الكلاء كمان نسبة كبيرة يدا من حدوث الفشل الكلوي من ضمن الأمراض اللي تعمل قصور كلوي مزمن ضغط الدم المزمن وأمراض السكر والحصوات الكلاء خدمات علاجية مجانية تقدمها مراكز الكلا بوادي حضرموت لجميع مرضى فشل الكلوي وأمراض الكل الأخرى من داخل المحافظة وخارجها بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية في محاولة لتخفيف جزء من آلامهم وبلسمة جراحيهم خاصة في ظل تكاليف علاجهم الباهظة